يمضي الطبري فيروي قائلا فاقتتل القوم منهم أهل البحرين ترى يعني أنتوا تقولون عمر فاتح فارس يابا إحنا هم الرافضة هم فتحنا فارس ليش تبخسون الناس أشياءها يعني ليش تبخسون حقوقنا إحنا هم فتحنا فارس خير إن شاء الله إحنا حطمنا المجوس أصلا أي نعم إحنا لما هم فتحنا فارس مع الأسف أنه كان الأمر تحت الهيمنة البكرية العمرية فألف سنة بلاد فارس تحت الإسلام العمري ألف سنة ألف سنة من يوم ما فتحت في عهد عمر إلى قبل أقل من خمسمائة سنة يعني ألف سنة ألف وخمسمائة واحد ميلادية قصدك أحسنتم خمسمائة سنة يعني ألف سنة هذه كانت على دينكم على مذهبكم شوفوا شنو صار من هذول شعب شعب إيران شعب فارس اللي بعد ألف سنة ملوا خلاص بعد ملوا من النسخة البكرية العمرية واكتشفوا هزالها وخبثها ونجاستها وأنها بالنتيجة دين باطل ومذهب منحرف فانتقلوا إلى الرفض شنسوي يعني هذا التحليل البكري ترى هذا تحليل سخيف اللي هم يحاولون يصورون لأبنائهم إنه ليش الشيعة يحقدون على عمر ليش يكونوا تدرون شنو السبب هذا يمكن يرضعون أبنائهم مع رضاعة الكبير هذا يقولون لهم أنه شنو ليش ترى الشيعة هاتف ليش الشيعة كلش يكرهون عمر ترى لأن عمر هو الذي حطم حكم المجوس وهذا أحفاد المجوس دخلوا الإسلام يعني تسللوا إلى الإسلام كيدا للمسلمين كيدا للإسلام والمسلمين فعندهم ثارات مع عمر لأنه هو اللي فتح فارس فلذلك يحقدون عليه لكم هذا هو راء هذا أولا أجدادنا يعني إحنا إذا تعتبرون إحنا من هذول الإيرانيين الفرس المجوس اللي أجدادنا أجدادنا ألف سنة كانوا بكريين ألف سنة إحنا متشيعون نتشيعنا إحنا بعض أجدادنا المتأخرون تشيعوا فشنو قضية حقد يعني ما كان أكو حقد في بلاد فارس على عمر بعدين صار حقد أكو على عمر لما اكتشفوا ماذا صنع عمر في حق الزهراء عليها الصلاة والسلام لما استيقظ شعب فارس مثل ما الآن يستيقظ شعب الجزائر شعب الجزائر عنده حقد على عمر ما عنده أما الآن بوادر دا يصير يعني شعب الجزائر يكره الآن عمر كثيرين جماعات أفواج مو هالشكل كم سنة تلاقي شعب الجزائر هم أكثريته ماذا يكرهون عمر بن الخطاب شو يقولون بعدين يقولون أنه عمر فتح بلاد الجزائر خوة ما فتح بلاد الجزائر شايف شلو شي طلعوا لهم يعني عذر ذاك الوقت زين البحار لليش يكرهون عمر حط مملك المجوز في البحرين كان هناك حكم مجوز أصلا في البحرين لماذا هذا التبسيط والتسطيح والضحك على الذقون أو مثلا أنه لماذا الشيعة ساقوا الإمامة في ذرية الحسين ولم يسوقوها في ذرية الحسن يقولون ها شوفوا شوفوا إش قد يذكرون الحسين بس ما نسمع ذكر للحسن وهذا يشوفون إحنا في الليالي الحسنية نذكر الحسن ونبكي الحسن عليه السلام ونلطم على الحسن ونقول إن الحسن سيد الحسين وأفضل من الحسين نعتقد بأن الحسن عليه السلام أفضل من الإمام الحسين في عقيدتنا هذا أمر الإمامة أنها لماذا جاءت في ذرية الحسين هذا أمر الله عز وجل لا اعتراض عليه مو قضية يعني بيدنا حتى إحنا نفسرها بكيفنا يقولون لا هذا له سر من وراءه لأن الحسين صاهر المجوس صاهر شاه زنان بنت ملك المجوس فذول حبوا قالوا إذن الأئمة من نسلة الحسن مو هكذا طيح اللحظكم على أناس أقول هبل بقم بقولة المصريين حقيقة بقم ما تفهمون أصلا روح إلى أي إيراني الآن أي إيراني عجمي قح فارسي قح شوفه إش قد يقدس أبو الفضل عباس عليه الصلاة والسلام حتى يمكن يقدسه يعني في الوجدان والارتباط الوجداني أكثر من حتى أئمة الأطهار عليه الصلاة والسلام يعني اعتقاد الفرس بأبو الفضل عباس اعتقاد عجيب وغريب وأبو الفضل عباس تزوج أعجمية أم أمه أعجمية يقولون الإمام زين العابدين يحبوه وساقوا الإمامة في نسلي لأنه شنو أمه أعجمية أبو الفضل عباس عربي ابن عربي بنت امرأة من فحولة العرب أم البنين صلواته الله عليها عربي عربي من كل الجهات هل قد يحبوه الفرس شن القضية شنو تفسرونها هاي بعد شنو تقولون سخافات يا أخي البكري تتناقش ويا تريد تتناقش ويا بالعلم بالمنطق بالبرهان يطلع لك هالخرطيات فما تدري ش تسوي تضحك تبكي ش تسوي تلطم على راسك تقول يعني أنا ما أقدر يعني أناقش عالم أغلبه أما أناقش جاهل شنو أسوي به شنو أسوي إذا عاملنا بمثل هذا المنطق ظنون وأهواء سخافات تخيلات وأفلام إحنا نعرض حججنا بالأوراق البحثية بالمصادر بالأدلة هم شنو يردون علينا يعني إحنا نسقط عمر من جهة ونفضحها بالأدلة والمصادر والبراهين هم شنو يرفعون من شأن عمر مسلسلات وأفلام بالله ش تسوي له أفلام وسلسلات يريد يرد عليك شكرا للمشاهدة